اشتركوا في القناة عشان تقدر تعمل كده انت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض انك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاتي ان ده يتحقق معاك امين عزيزي مشاهد ارحب بيك في حلقة جديدة من مدرسة المسيح احبائي يسريني ان نكون مع بعض واحنا بناخد خطوة جديدة في هذه الدراسة بالذات في موضوع شفاء النفس وزي ما قلنا في كل حلقة من موضوعات شفاء النفس ان ده جزء خاص جدا من الرحلة بتاعتنا بنزيعه يوميا بدل ما يكون حلقة او حلقتين في الاسبوع لان انت تحتاج انك تتابع الحلقات دي بسرعة وفي اقصر وقت ممكن واذا انت حملت الجزء ده من الكمبيوتر من فضلك شوف حلقتين وثلاثة في اليوم مش مجرد حلقة واحدة بشجعك انك ما تكونش لوحدك خليك فيه مع مجموعة وانت بتسمع خلي فيه قائد روحي خلي فيه حد تقدر تسأله وتصلي معاه وياخد بايدك في الرحلة دي احنا محتاجين بعض اكثر مما نظن في رحلة شفاء النفس قلنا ان الموضوع ده يتعلق بشيء حساس قوي يتعلق بتأثير الماضي على حاضرنا يتعلق بالرسائل السلبية والاحداث الاليمة اللي وصلت لنا صورة مشوهة عن ربنا وعن نفسنا وعن الحق فتعاوج الميزان تعاوج الميزان القيم بازت فاهمي عن الحب وده اهم حاجة في الحياة بقت غلط فاهمش في سكة غلط وحتتبني جوايا مشاعر وقيم وصفات في شخصيتي غلط لكن البركة والنعمة ان جميع الصفات المكتسبة يمكن ايه يمكن ايه التخلص منها انتو بتخافوا تتكلموا ليه الصفات المكتسبة اقدر اتخلص منها الموروسة دي جزء مني ده انا ده انا دي بطورها وبنميها وما فيش صفات موروسة اخلاقية او ادبية مش كده لكن المكتسب وده الميزة فبقدر اكتسب الحلو وبقدر اتخلص من الوحش اللي حصل في حياتي بالذات لما يكون اللي حيساعدني ان يعمل كده المسيح شخصي المسيح شخصي يوجد بلسان ويوجد طبيب والشفاء دوت في يد المسيح يسوع الحلقة اللي فاتت وقفنا عشان وقتنا خلص وكان فيه اياتي كتيرة جدا مرفوعة للأسئلة سمحولي نبتدي الحلقة بتاعتنا دي عن الأسئلة احنا خلصنا الجزء بتاع الأنبياء والنبوة الكاذبة احنا كنا الحلقة اللي فاتت النحية دي ما تزعلوش مني حننقل النحية دي وبعدين نرجع النحية دي مش بس تقصد حد خالص فنبتدي من الجانب دوت تفضل عندي سؤالين بس دول يخصوني أنا مش يخصوا اي حاد تاني يعني الناس كلام لاش دعوة لا يعني دول خص كل الموضوع يخصيني أنا فضل عشان نوصلنا لنقطة دولاتي عملية المفووظة أكتب أنا أنا اللي عندي من كل اللي إحنا قلناه دا صح فعندي رخباتة كبيرة قوي زي أوقات أحس إن أنا عندي كول اللي إحنا قلناه دا آه أوقات أحس نفسنا نظيف قوي لا أنا ما عنديش دا دا يمكن حصل مش مؤثر علي فمش آد المشعر my eggs مش عارف أني أكتبه أهي أولا أكتبّش أهي مش عارف تفنى على إاف فاكر قولنا إيه الليfendله أكتبه فاكر من اللي بيوجعني براeters في اوقات ألاقي نفسي إن Ignalia وجعني ويقود Apel لا دا مش فرق معاه هو نفس الحاجة نفس الذكرّة أحياناً توجعوا أو حياناً متوجعش يعني قولت أني نفس الذكرّة لما فتكرها أحياناً توجعني وحياناً متوجعنيش ببقى شارب حاجة لما بتوجه قصدي ببقى صاحي ولا ده الفرق اللي فتكره بالذات وانت بتسمعه هنا واجعك يبقى لسه موجود اللي سمعته هنا واجعك يبقى لازال موجود اكتبه احتياطي اكتبه السؤال التاني لما تكلمنا ان انا ان احنا على طول بنقول الكيس بقى بنقول الصح انا اتكلم عن ناس لانت ربيت في وسط صحاب مثلا او في وسط ناس كان دايما يقولولي ان يقولوا مش الحقيقة ولا ان هم بيجدبوا علي فانطلعت علشان بتعامل معاهم زي ما هم بتعاملوا معايا صح فانطلعت قبل لما هو يسألوني على الحاجة بقول لهم الغرط بقول لهم الكز مش بقول لهم الحقيقة كويس ده حاجة مرض نفسي عندي ده مش مرض هنمش بكلم عن امراض هنمش بكلم عن نيروزيس سايكوزيس الجراح انا هنا مش في عيادة نفسية لعلاج الأمراض النفسية هم بتكلم عن الجراح اللي في النفس فاهمي الفعل بالاثنين المرض النفسي لازم اروح للدكتور وفي المشورة لما حد بيجي مجروح واكتشف انه لا ده تعدى من جرح الى مرض بقوله روح للدكتور انا مش دكتور نفسي انا اصلا جراح مش دكتور نفسي فنتكلم عنه دي مش امراض بنتكلم عن ايه جراح عميقة جراح عشان انا جراح فانا اخذ العتة بتاع فدي جراح عميقة انا تعودت اجدب الحكاية دي بخلياني دايما عايش مش في الحقيقة مش كده فانا بعمل ايه عن روحي بقول لي روح انت كداب فانا بعور نفسي انا بقول لي روحي رسالة سلبية عن نفسي صح كده انا بخبي فعمل عيش في ايه في ظلمة حجم الظلمة عمال يعمل ايه بيزيد والخفافيش تعيش في الظلمة فضلي من حاجة تسألي انتي بالذات اي اسئلة اي حد غلط في حقي زمان بقيت اقدر اتعامل معي دلوقتي بس اذا جاءت السيرة في حاجات زمان تاني بتعب جدا ممكن ابكي كتير لكن بقدر اتعامل مع الاشخاص هل انا لسه ما غفرت الهم وهل انا لسه ما تعالكتش بس انا غفرت وبقدر اتعامل كويس قوي انتي غفرت لهم فقدر اتعامل معهم اه فالنبي الشخص اللي جرحني لما بخفر له بعرف اتعامل معاه لكن الرسالة الالهالي الحدث القليم لما بفتكره او بنتكلم فيه بيعمل ايه يبقى لسه تأثيره موجود ومحتاجش فاق خلي بالكم شكده عملين نفصل ما بين الشخص وما بين الرسالة الجرح مش الشخص الجرح هو ايه الرسالة الرسالة طيب في حالة ان انا جيت وتراحت الكل حاجة بتوجه عندي عندي ربنا كويس قوي امتى بيشفي في ساعاتها مخلصناش لسه هنبتدي بعد حلقتين ماشي احنا طلبنا ايه الصبق والصدق طبعا كلنا مستعجلين اكيد 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 وانا نفسي خلق نفسي يسدقوني بس واحدة واحدة هزين نتأكد اننا فاهمين مقتنعين عارفين هنعمل ايه صح لان ده مش مجرد اليومين دول هنعايز اتعلم اعمل كده مع نفسي بعد كده وعايز اتعلم اساعد غيري ودي نقطة مهمة اوي عندك فرصة لو انت مجروح انك تساعد غيرك اكتر من اي حد تاني ما تجرحش بالنسبة لموضوع ختان البنات ايوا وحضرتك اتكلمت عن قصور دور الكنيسة في انها توعي بعدم الختان بس انا شايفة ان الختان ده باي برودكت او ناتج بفكرة مشوهة في مجتمعنا عن المرأة والجنس ايوا فايه دور اللي تعملوا الكنيسة علشان توعي المجتمع بدور المرأة فبالتالي بالتباعية موضوع ختان الاناس هي بقى اسهل بكتير لمعالجته يعني هل مثلا المرأة لها دور في الكنيسة قوي هل مثلا فيه لها ادوار كبيرة هل الكنيسة بتعمل يعني او ايه اللي ممكن تعملوا الكنيسة ده سؤال اولين طيب ده اوسع شوية من مدرسة المسيح بقولي يعني اوسع شوية من عندنا بس اشكر ربنا في مدرسة المسيح البنات اكتر صح كده والمخرجة بنتي يعني عندنا نؤمن بالمرأة وبنقف في صفها القضية اللي اصارتها قضية حقيقية ان الختان الاناس جزء من نظرة دونية للمرأة جزء من كارثة موجودة ودي مش في المسيحية وفي المسيحة المسيحية بتقول لي ليس الرجل من دون المرأة يعني مش الراجل اقل من الست بص الاية بتدت مش الست اقل من الراجل ده بتدت ان الراجل مش اقل من الست ولا الست اقل من الراجل فان نظرة المسيح للمرأة والطريقة اللي اتعامل بيها مع الزانية ومع السامرية ومع المجدلية مش كده اول مبشرة القيامة امرأة مش راجل المجدلية مش كده فالتلاميذ كانوا بيسيروا مع المسيح ومع النسوة مش كده واللي كانوا بيعولوا الحملة دية التبشيرية كانوا نساء فالقراءة الجيدة للعهد الجديد من اكتشف انه فيه نظرة مختلفة عن الحضارة والثقافة والمجتمع اللي عاشت فيه نظرة عصرية جيت زي النهاردة زي ما المجتمع المدني بينادي بيها فده جزء من المشكلة انا موافق عليه فنعلم الكنيسة ايه افتكر ده اوسع من مدرس المسيح بس على الاقل عايزين نقول يا جماعة بصوت عالي ختاني الانس جريمة بقى على شرط ده جريمة في حق طفولتها ده اعتداء جنسي وفي حق انستها كامرأة ده جريمة يعاقب عليها القانون في جانبين كل واحدة جريمة اكبر من اختها التانية فده اللي اقدر نعلي صوتنا به ونقول المرأة في المسيح لها كرامة ومقام مساوي للرجل مساوي للرجل سؤال الثاني فيما يخص الاساءة احنا شفنا اثر الاساءة على الناس شفنا الضحايا طيب واكيد بنا ناس مسائلهم طب ماذا لو كان بنا ناس اساءوا هل بالضرورة الشخص المسيء ده برضو زي قصة الفامبير هو اتعرض لحاجة شبيهة ولا هو شخص شرير يعني لو انا مثلا قدامي حد عايز يتوب مثلا هو اصلا كان مسيء فبرضو هيدور هو ليه بيوسيء هل هو كان عنده مشكلة والدية كان عنده وما شابه ولا ممكن هو يكون انسان شرير والله يحسبه ازاي اسألك سؤال فيه انسان مش شرير فيه شر فيه انسان مش شرير مش شرير مش هكلنا نصنع بعض الشر بالضبط كده فاحنا كنين عشرار الجميع زاغ وفاس وعاون مجد الله ليس من يعمل صلاحة ليس ولا واحد جميعنا في الموازين الى فوق فالشخص ده مش بيعمل كده لانه اوحش من بقية الناس الشخص ده بيعمل كده لانه تعمل فيه كده ولانه دي الطريقة اللي بيعبر بيه عن تمرده وصورته وكرهيته للاخرين فاللي بيعمل كده لازم يدور هو بعمل كده ليه انا بعمل كده ليه واذا ما اكتشفتش السبب مش هقدر ابطل لنا بعمله ده زي ذكرة الفانباير انا تلدعت فبلدع انا تلدعت فبعمل ايه فبلدع انا حامل للميكروب واناقل للميكروب السؤال الثالث دي ليست لا هو اخر سؤال حضرتك اخر سؤال بالنسبة للقادة المسيحية هي الرحمة فمن اين لدعاة الرحمة بهذه القسوة طبعا حديك مش مطالب ترد على كل نتعليق لا بس هو يعني انا الخوف ليه بترح السؤال ده ممكن يقولك اصلي تجديد الخطاب الديني وفي نصوص يجب الفحص فيها فهل مثلا في نص احنا مثلا مفروض ناخد بالنا منه زي مثل هذا لا تخلطوه يسلم مثل هذا للشيطان فعشان كده سمال ايه التأديب الكنسي لما بيقول مثل هذا لا تخلطوه اعزلوا الخبيث من وسطكم يعني ايه لا تخلطوه وبعدين قال هل ده معناه لا نتعامل مع زنات هذا العالم قال لو كده يبقى حنخرج من هذا العالم لأنه عدد اللي مش زنات وليلين جدا بالذات اليومين دول صح كده فهو بيقول ايه اخ زاني بتكلم عن اخ زاني وانزر وبطل وبلاش وتوب وهو مصر بتعملي في ايه تعزل الخبيث ولا نخالطو لغاية لما اعمل ايه لغاية لما يتوب القصة بتاعت اختنا دي جاي بتقول انا عندي حاجة غلط سعدوني اعزلها ده الفرق ما بين الاثنين ده الفرق ما بين الاثنين فاهماني وبعدين الراجل ده بتاع يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح بقول لزبكت بيقول ايه اقبلوه في المحبة ومكنو له صح كده طي في الكنيسة الكتاب يتكلم عن التأديب وليس العقاب ودي كلمة الغلط ده الفاهم الغلط ده اللي انا وقب ام بنعمله في البيت ولك عقب ابنك ويقول لها عقبك يعني فاهماني احنا بنستخدم الكلمة وبنستخدم معناها احنا لو غيرنا الكلمة لازم نغير الكلمة ونغير كمان ايه معناها التأديب ليس على الفعل التأديب على الإصرار على الفعل اختبارك من الاثنين نظبوط العقاب على الفعل لكن التأديب مش على الفعل على الإصرار هعمل كده يعني هعمل كده هفضل هعمل كده هعمل كده و هخربها يعني هخربها سوري هات العصر وأمكن له المحبة فما عندناش نصوص في الكتاب عن العقاب عندنا كل النصوص بتتكلم عن التأديب حتى في سفر الأمثال ما بتكلمش على العقاب بتكلم عن التأديب فأرجو ان ده يكون واضح فضلي وحنرجع لك أنا عندي سؤالين ايوه أول حاجة بس بسيطة يعني أحدث لك وحنا بنتكلم كافتكرت حاجة وكنت غفرت فيها وكنت حسيتنا إنها تشافت خالص وما واجعتنيش بس حسى إنه الأثر اللي سابوا على شخصيتي يعني مثلا كإني بقيت شخصية مثلا سحبية ما بعرفش أواجه مثلا ده لسه موجود فده معناه أنا ما تشافتش لا معناه إن الجرح تشافة لكن ما تعدلتش هنيجي للحكاية دي هنرس سطوب وحنشوف اللي عايزاي الحجارة نعدلها فأنا الوجع راح الرسالة السلبية راحت لكن ثابت وراها حاجة معوجة عايزين نعمل فيها ايه نصلحها حجرة عايزين نعمل فيها ايه نرميها في الزبالة أعرف إن خفيت من الجرح إنه ايه مش بيوجع لكن لقيت ليه آثار جانبية حجارة هنكلم حالا عن الحجارة فدي قصة تانية دي احنا هننقل الفتيس ونتكلم عن الحجارة حاجة تانية بقى ايوه دلوقتي إحنا في مسؤولية خناقة بقى التانية دي شكل بيفتسم كده وبيستعد المعركة تفضل يا فنم احنا مسألة اوكي احنا دلوقتي قلنا في مسؤولية الله سلطان الله سلطان الله ومسؤولية الإنسان حاضر إنه هو قانون واحد كبير اللي هو الحب وطالع منه كذا حاجة منهم الحرية منهم العدل منهم الرحمة وإحنا لما في الحق فتت حضرك قلت إنه السبب إن ربنا مش بيتدخل إنه مثلا مش بيمنع حاجات بشعة بتحصل في الدنيا عشان الحرية ايوه طب اشمعنا بقى ايوه إنه الحرية تزهير متطبقة قوي طفين العدل والرحمة رغم إنه هما نزلين من نفس القانون يعني المفروض دي كل يوم نفس الطبيعة إنه هما يكونوا مطلقين اه انتي محضرتيش قضاء الله ومسؤولية الإنسان صح احنا ما قلناش الحب نزل منه ثلاث حتت قلنا القانون هو الحب وعشان الحب يتطبق لازم يقى فيه ايه حرية العدل والرحمة دلجوه الحب دلجوه الحب العدل بياخد مكانه تلقائيا العدل مطلق ليه لأن ما يزرحه الإنسان إياه ايه يحسن أنا أسأت إليك الإساءة لأنا أسأت إليك هي في حد ذاتها بتعمل فيها ايه بتعقبني فاكرين قلنا ربنا ما عندوش حد بينفذ الأحكام فالعدل مطلق على طول لوحده لأن منه ايه منه فيه فاكرين فكرة الجاذبية اللي قلناها دي تدور الفات إن قوانين ربنا ما فيش حد بينفذها أنا سبت الألم وقع إيه اللي وقعه ملايكة موجودة ها أسيب الحاجة ترع ما وقعها كويس على ظهر كل واحد فيك وفي ملاك ما أقعدوا على الكرسي صح جدا لا ده قانون الجاذبية مخلينا قاعدين ومخلي الألم بيقع ولازم أوطي عشان أجيبه ومش حيطلع ومش هعمل كرة يروح طلقة للألم ومش هعمل كرة يروح داخل في جيبي مش هيحصل فاهماني ده القانون منه فيه بينفذ نفسه القانون الأدبي منه فيه بينفذ نفسه مش الحب بينفذ العدالة فالعدالة والرحمة والآخر دي قوانين مطلقة المشكلة كلها في قضية الحرية لأن أنا إنسان نسبي فحريتي لازم تبقى إيه فاكريني الكلام ده قلنا ولأني إنسان داخل مجتمع فلازم أؤثر وأعمل إيه فاكريني العناصر دي حاولنا حطينا ست عناصر للقانون الأدبي اللي الله بيتعامل به مع الخليقة الأدبية اللي هو الإنسان رأسها عنوانها هو الإنسان حر ومسؤول فهمتيني؟ لكن العدل والرحمة دول مشيين أوتوماتيك أوتوماتيك ده قانون ده مش ربنا بينفذه ده القانون بيعمل إيه؟ بينفذ نفسه لكن لأن الحرية نسبية ربنا هو اللي بيعمل إيه؟ هو اللي بيدخل فيها بحيث يديني حريتي ويحافظ على حرية الآخرين لأنه ممكن لو داني حرية مطلقة أطيح بيكم جميعاً فلغيت حريتك فبديني حريتي مش على حساب حرية الآخرين يديني حريتي لكن في نفس الوقت أنا ابنه سمح له بالتدخل في الديني منفذ كويس؟ ويوجد معايا ويحاول الشر إيه؟ خير فما نقضش القانون بتاع الحرية لكن في نفس الوقت عامل كأب فاهماني؟ فلما لغاش الحرية وما لغاش الأبوة ما لغاش عنايته بيه عشان خاطر الحرية والعكس صحيح مش الحرية ما سمحت لهش أنه يعتني بيه فهذا التوازن الخرافي اللي احنا شرح معه جميل جداً وما يكون شي حسن من كده ومكتوب نصاً في الكتاب كلها آيات فاكرين؟ قلنا كذا اتنين تلاتة أربعة خمسة حطهم كده وطبقهم على جميع القصص طبقهم على يوسف طبقهم على أنا مش عارف مين طبقهم على مين طبقهم على مين كلهم ماشيين زي الفل مظبوط طبقهم على حياتك هتلاقيهم ماشية زي الفل زعلنا من مين حضرتك بقى طب في نقطة الحماية أيوة كان نيون سأل وحاقل ده معناه أنه الأولاد ربنا يعني لو أنا بصلي البنسي خلاص مش هتتحمي طب لو الحماية حضرتك قلت لأ طب إيه بقى يعني هنا حماية كده نسبية يعني الحماية برضو نسبية لأن الحماية مطلقة يبقى هي الفقاعة لإيه صح كده الحماية المطلقة معناها إيه فقاعة زوجية جاية صح تخيالي بقى أنك أنت يماشي في الدنيا جوة فقاعة زوجية بتتدلدقي جوها كده ممان إيه رأيك تحبي كده ممان وبقى أنت كده وجوزك كده ومش عارفين حتى توصلوا لبعض لأن ده جوة فقاعة ده جوة 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 جبا ولما تبصوا بعض عبر الفقاعة شو بتوسي يا جماعة تصوروا السيناريو بتعلنتوا طلبينه ينفع لكن اللي احنا بنقوله اللي بيقوله الكتاب القانون ده اللي ربنا ركبه ينفع ينفع يا رب احمي ولادي احمي ولادي انا كأب بحصلي لحماية ربنا هيحمي ولادي يحميهم حماية مطلقة يحميهم حماية مطلقة لا يحميهم آه مطلقة لا فهمتوا بنقول ايه? ولو سمح يعطي المنفذ ويكون معايا ويحاول الشر خير. فلو سمح معناها اخيرها ايه? حلو. تب انتزعلن ليه? مش عايزة توجع. مش عايزة توجع خالص. يبقى روح هناك. هناك لا يوجد وجع ولا حزن ولا بكار. فهذا الوضع المطلق موجود. بس موجود فين? هناك. في رحلتنا دي هنعدي الالم. والظلم. والاساءة. ليه نعديها? عشان عندنا رسالة ننتشي للناس الى الحياة الابدية. اجابة منطقية ولا لا? الحمد لله. الحمد لله. ضميرك استريح. فاضل زينة كمان? فضالي حضرتك لا مش عايز ادي حد خالص العلقة دي. فضالي. طيب. طيب. بيش يا مكتلع. ايوة. فين المخرج. ايوة. لبيبي تولد وفي امراض كده بالوراثة. بيبقى كروموزومز متلغبطة. فمسلا في مرض بشع البيبي بيعد شوية ويموت انه بيبقى اكس 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 وي يعني بيبقى بنت وبيبقى ولد. طيب. وبيموت. ايه. اه. كويس قوي. دي امراض جينيتكس. اخذ بالك. طفل ده تولد وتقلم ومات. الموت ده مش مخرج? مش مخرج? مش منفز? مش نجاح? او زي نيك ده اللي قالنا مش كده. يونيك. يونيك. مش منه كتير. بين غير ايدين. ومن غير رجلين. وعنده حتة بتاع كده صغيرة هنا. رجل صغيرة. شفتوه? معانا كان صعب موجود. وتتخش على اليوتيو وتخش على أي حاجة تلاقي نيك دلوقتي موجود في كل عادة. مظبوط. فده جينيتكس اللي متلغبط خالص. في منفز ولا ما فيش منفز اعطيه للشاب دوت. بيعوم. بيلعب جولف. وبيكتبع كمبيوتر. اه سباحة اللي هي العوم يعني. وبيوعظ. بيربح ناس للمسيح. ومؤثر اكتر مني ومنك ومننا كلنا. وبيلعب كورة. في منفز. في منفز. طبقوا المبادئ ديت. بس ما تطبقهاش على غيرك. لأن مع غيرك حتبان صح مرات وحتبان إبراهيم. طلب من إبراهيم إنه يختن أولاده. وتكون دي علامة العهد بينه وبين إبراهيم. ليه هو. وحضرتك قلت إن ده علميا بيكون كويس للولد. طبعا. طب ليه ربنا ما عملش كده منه استنانا إحنا اللي نعدل في الخليقة بتاعته. ده حاجة ميلة قوي. ده سؤال جميل جدا. ما ربنا كان ينزلنا في الحتة دي متسابين. عشان يسيب لي اختيار إني أدخل في العهد ده ولا لأ. صح؟ اللي فرق الشعب بتاع ربنا عن العاديين هي العلامة دي. لو كلنا نزلنا كده. يبقى ما فيش فرق. مش كده؟ فالداني حاجة في جسمي بقول بيها أنا أنتمي للإله الحقيقي. والعلامة دي أفضل ولا أسوأ. بتخليني أفضل ولا بتخليني أقل. متميز ولا لس متميز. صح كده؟ أنا فاهم. بس خليت الله بس عندهم الحق يعيشوا مع ربنا أو لأ. فعمل في جسمي علامة بقول بيها أنا ليك أو مش ليك. طبعا الناس دلوقتي بتعملها أو ما بتعملاش من لاش دعو بربنا. فاهماني؟ لكن ده أصلها ده أولها. ايه؟ المرأة لأ خالص خالص ما عندهاش حاجة زيادة عشان تشيلها. يعني حضرتك عمال تقول كده على الراجل في العهد القديم في حاجة في جسمه بتقول أنا عهد لكن في العهد القديم ما قالش مداش كده للمرأة فهي ايه مش موجودة دي حاجة تانية حاجة انه قد صغرة لإبليس انه يستخدم الناس انه كمان الستة يتعامل فيها كده وبقى صغرة ان الناس دلوقتي بيسيقوا للبنت بالختان. فهو ليه عمل كده يعني يعني اجاوب النص الاولاني اسهل انه بما ان فيه ختان الرجل يبقى فيه ختان المرأة. لا انا ما بقولش كده. يعني يعني ما انت قلت كده فهو لو كان ما ما فيش ختان خالص كان لده ولا ده لكن او كان يبقى الاتنين ويبقى الاتنين مش مضرين صح كده ده لانتي بتقوليه صح كده انا هاخد التانية الاول الاولاني. فالتانية بتقول ايه ان لما عملنا كده بقى دا امكانية موجودة خالص بدليل ان هما ما عملوش كده خالص خالص ولا خطر في بالهم. ولا ابراهيم ولا الشعب اللي الالاف السنين عملوها. مش مانا احنا عملناها. تخلف. الشعب ما عملاش ولا فكر فيها ما عندهاش حاجة زيادة نشيلها. بدليل اني بنعملها و ايه عندها كام? او بداية من سبع سنين وست سنين. لكن الطفل بنعمله له عنده كام سنة? ثلاثة ايام. وفي ذلك الفقت كام ثمانة ايام. دلوقتي بنعملها كام? هو عنده ثلاثة ايام. على طول وبيلحم على طول. مش كده? فرق كبير قوي. بنت بيبي صغير بقطع حتة لحمة فيه. وبمين? دي واحدة بكتفها. فده مش علاقة بلتين خالص. مش اللي ربنا عمل كده بسبح بداني. مفيش علاقة خالص. لا زمنا ولا امكان ولا جهال. ما لهمش علاقة ببعض. بايز? ليه ربنا عمل ده مع الزكر وما عملش علامة على الأنسة. ربنا اعطى للذكر مسئولية القيادة. مسئولية الايه? القيادة. هتقوليلي شمعنة? طيب عمل المرأة مسئولية القيادة. هتقولي ايه? شمعنة. خلاص هما الاتنين يتناوبوا القيادة. ينفع? ينفع قبطان مركب. كابتن طائرة. فاهم قصدي? يبقى يتناوب القيادة مع الآخر. ستة الصبح من ستة تنشر من اتنشر لستة الصبح. يوم او يوم. لتخالي انت يجوزك تتناوبوا قيادة البيت. كويس? فانت اليوم ده تاخدي جميع القرارات. هنبيع الشقة. وهو تاني يوم يقول هنشتري الشقة. واعنا هنبيع العربية. هنبيعها. هيحصل ايه ليكم? لازم يبقى في ايه? قائد واحد. القائد ده هو الاحسن. لا. ملوش دعوة بانه احسن ولا اغحش. يعني لما فكرة خضوع الرجل للمرأة. فكرة قيادة الرجل ملهاش دعوة ان ده احسن من ده. فكرة انه منعا للخلاف. بعين قائد. وينفع اعترد. اه طبعا. بس ده مش في موضوع. لا في القيادة دي. اه طبعا ينفع تعترد وينفع. في كل حاجة هنا عندنا الاعتراض حق شرعي في الحياة. هنا يعني يعني انتي او مرة بس ما قلت. لكن هنا حق شرعي وتتخنقي زي ما انت عايز. بس بفاهم الفكرة. ربنا عين قيادة للأسرة. لان لازم بيقى في قائد. لو ده كان هيبقى شمعنا. لو كان ده هيبقى ايه؟ شمعنا. فما تفرقش مين. المهم بقى في ايه؟ قائد. ومش بالانتخاب لان ما فيش شعب ينتخب صح؟ في شعب ينتخب. ما فيش شعب ينتخب بالانتخاب لما يكون في شعب. لكن لما تكون أسرة بتبتدي حياتها راجل وامراته ما فيش شعب ينتخب. يبقى لازم بالايه؟ بالتعيين. مظبوط. طيب الراجل اللي خد مسئولية القيادة ده خد امتياز. يعني خد حاجة يتميز فيها عن المرأة. ده الخيبة اللي احنا فيها. لكن الوضع عمر ما المسئولية امتياز. المسئولية عبقة. مسئولية عبقة. مش امتياز. زائد. انا نهارده خدت مسئولية قيادة البيت. انا هاخد القرار النهائي. هنشتري ولا مش نشتري. هنسافر ولا مش هنسافر. وانا هحب امرأتي اكثر من نفسي. كويس؟ يبقى اتخاذ القرار ده دايما لمصلحة مين؟ مرأتي. مرأتي. فالوضع المثالي اللي ربنا عمله مثالي جدا وجميل جدا. نقشيني فيه. ما تنقشينيش في العك اللي احنا بنعمله. احنا اللي اخبطناها ازاي? وعملناها ازاي? وبقى هو سي السيد وبقيت هي مش عارف مين العبدة اللي مش ده ده بقيت مين؟ بقيت امينة بقيت امينة. احنا عملناها ازاي دي? ملناش دعوة انا بتكلم على ده. ده اللي احنا نقصو ده. انا بتكلم عن ده. ده اللي ربنا عمله معوك. احنا بنقش حضرتك عشان كده مش معوك لكن يعني اللي بيحصل العك ده بيقولوا انه ربنا قال كده يعني الراجل بيقود الست. ايو. فين? فين هنا موجود انه الراجل بيقود الست. احنا فهمنا غلط يعني فهمنا من الكتاب انه في العهد القديم لما يدي العهد في جسم الراجل مش جسم المرأة. ليه? قلنا يبقى المرأة اقل امش. لانه المسؤول لانه عينه المسؤول. لو هو لو هي كانت عينها المسؤول كان حامل العهد بينه وبينها مظبوط. هل المسؤولية دي امتياز? لا. فاللي ربنا عمله عدل. احنا خدنا العدل ده وعملنا ايه? اعوج. دي غلطة ربنا؟. فما تنقشونيش في اللي بنعمله. نقشوني في الوريجينال دي زاين. طب في حتة في الوريجينال. حضرتك قلت ربنا اداء القيادة للرجل. احنا بنشوف دوقتي في حياتنا كل يوم احنا بتكون الست لها شخصية قيادية ربنا خلقها كده وجوزها مش عيب فيه بس هو بيتبع مش بيقود يعني يزنوط الليدر يعني. طيب يحلوها ازاي دي؟ يحلوها ازاي؟ انه هو اكتشف ان هي عندها مواهب قيادية اكتر منه. فهو في سلطته القيادية فوض لها مسئوليات اكتر مما يعطى لها في العادة. طبيعي انا النهاردة انا ممراتي. انا المسؤول رأس هذا البيت. كويس؟ ده معناه ان امراتي لا تقوم باي ادوار قيادية. لا بتقوم. فين؟ في البيت. في البيت. هي ربت البيت. اسمها ايه؟ ربت يعني ايه ربت البيت. يعني الخدامة. ربت يعني ايه؟ ده لورد. ده لورد. ده لورد. سيدة البيت. ده لورد. يعني ايه؟ ده السيد. بتاع البيت. فما بيجيش قول لها شيل العفش والضاب العفش. شيل تري العفش. لما بننزل نشتري. البيت ده ايه؟ بيتك يا بنت الناس. رأيي استشاري. لان هي ربت البيت. فانا بفوض لها ادوار قيادية اريدي لانها شريكة معي. مظبوط. يعني ده مش مخالف لشريعة ربنا انو الراجل بيقوت. ازاي تم انا اللي فوضتها. اللي هي بتفهم اكتر مني لازم هي اللي تقوم بيه. انا هي بتفهم اكتر مني وانا اللي اعمله. ابقان ايه. ابقانا متخلف صح. في الراجل الذي لا يفوض للمرعة ما تصريع ان تفعله ويفعله هو اوحش منها يبقى هو ايه؟ متخلف. ده ده علاقته بالوريجنال ديزاين. اصلاحنا بنعمله على الاساس انه هو الوريجنال. انا انا لو ما قدتش ومراتي قيادية يبقى أنا ماشي مش على خطة ربنا أنا اللي لازم أقود حتى لو مش عارف سوري يعني أنا بقول الفهم اللي واصلني أنا ما بعرفش سوق العربية مثلا وهي بتعرف تسوق العربية بس مايصحش أني أنا ما سوقش العربية فحسوق العربية وكلنا حنموت لحسن بعدين أعارض الوصية الإلهية عن الرجل رأس المرأة لا مش بصدقك مش بصدقكو أنا مش بصدقكو أنا مش بصدقكو التفسير الخاطئ للفهم الكتابي مش مسؤولية ربنا دلوقتي لو أنا مثلا مع أهلي في البيت مع بابا وماما وكانوا زمان مثلا بيقولولي يا غبية وجم بعد كده أنا لما كبرت أدركت أني دي مش حقيقتي كويس وكل حاجة بتثبت أنه أنا مش غبية طلعت زكية طلعت المفروض كده طيب دلوقتي وجيت بتناقش معاهم وبقول لهم ما تعمل يعني بلاش تقولوا الحتة دي لأني هي مش صحة ومش حقيقية وبتوجعني في نفس الوقت فالي قال لي أنه مثلا وأنا كسرت لك دراعك ولا خزقت لك عينيك يعني دي كلمة هما مش آه دي كلمة وهما مش معترفين أني ده حاجة غلط ده ده إيه أشكرك عشان الحكاية دي الناس مش عارفة أن الكلام أقصى على النفس من العصاية بيسموها دلوقتي الـ verbal abuse الإساءة اللفظية الناس مش عارفة هو بالضبط بقى ما يقول لك وأنا كسرت إيه ديك وأنا عرفت عينيك أنا بقول لك يا غبية بس ده فاهموا دي زقفتنا دي المشكلة مش كده إحنا مش بنلومهم إحنا بنقول الحقيقة إحنا مش جيين نلوم الناس عملت إيه لأن يا أولاد لو لومتوا الناس عملت إيه هتعملوه وهتعملوه أوحش منه لكن لو فهمت وأنا خفيت اللي بيتقلي بعد كده مش هيقصر فيه وأنا مش هعمل كده في الناس التانين اللي لازم نفهمه إن الكلام جارح زي وأكتر من العصاية فضلي حلها إن أنا خلاص أسيبهم يقولوها آه وبعد كل مرة يقولولي يا غبية أقف قدام المراية وإيه وعشر مرات أنا زكية بدليل نمر الدراسية أنا زكية بدليل نجاحي في علاقاتي مع الناس أنا زكية بدليل إلى ربي رأي بقولي روحي الحقيقة عشر مرات كل مرة هنيجي للحاجات دي ونتكلم عن أقراص الحقيقة وفيتامينات الحقيقة إلى آخري فضل أحسن إحنا قفلنا على صابعك بقالنا مدة طويلة فضل عدريتك الأحداث المؤلمة اللي بنسبها للله هي ديت بتبقى مشكلتي وديت بتتعبني كويس قوي طيب أنسبها لمن لا حراك بتقولي أنت ما تسبهاش للله الله ما تلومش الله عليها صح طيب لو أنا ما عنديش الأحداث المؤلمة ديت كويس قوي هل ما شكورش الله علنا فيه شكوره طبعا طب ما هو أصلا يعني ما نفعش ألومه على الأحداث ديت فشكوره لي على عدم وجودها ايه الزكاوة دي ايه اللي حلاوة دي ايه ده ده ايه ده ده لوحد يسمع سئلة ما خطرتش على باله لا 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 ده إحنا عندنا طلبة هنا كده كده لا 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 ما هو الشكر الشكر حد عمل معي معروف وبقول له متشكرين صح كده طيب أنا مريت بظروف أليمة مش ربنا اللي عملها لي أروح أقول له متشكرين على الظروف الأليمة ومش هو اللي عملها لي أيوة ايه بقى ما درستش معانا موضوع الشكر صح لما بمر في ظروف أليمة وبوليس بيقول أشكره كل حين على كل شيء طيب أنا مريت بظروف أليم بروح أشكر ربنا أشكره على أيه أشكره يا رب على مرض الأليم وليش انت لدي تهوني بس بشكرك عليه ولا بشكره على ايه بشكره على المنفذ بشكره على حضوره معاي بشكره انه حيحول الشر بشكره على اللي هو بيعمله مش بشكره على اللي مش هو بيعمله فا über واحد جاب لك هدية وبعد رحت الجارة قلت له متشكرين قالك على ايه على واحد جاب لي هدية حيقوله عليك ايه يا جماعة مستخدموا البتاعة دي اللي ربنا حطها في دماغه خلينا نعرف ناخد وريد دي مع بعضينا صح كده فانا باشكر ربنا على اللي عمله معايا او اللي حيعمله صح على اللي عمله او اللي ايه حيعمله كويس انا لم تصبني تجربة والظروفي حلوة الظروف الحلوة دي منين من عند ربنا زي بقول الكتاب كل عطية صالحة ووهبة تامة ايه نازلة من فوق من عند ابي الانوار الذي ليس عند تغيير ولا ظل دورار شاقف ولدنا بكلمة الحق صح كده طيب الشر من الشرير والخير من عند ربنا جالي خير اشكر ايه ربنا جالي شر هروح اشكر ربنا على الشر لا هشكر ربنا على ايه على الحاجات اللي عملها وحيعملها معايا في الشر عشان يخرجني منه يبقى الكلام منتظم ولا لأ غيرت اللي قلته مظبوط دخل العقل صح ارجوكو الحق مقنع يا جماعة وده اللي اتفقنا عليه في بداية رحلتنا انا عايز افهم واقتنع واعرف اعملها ازاي ده جمال الكتاب ده ده جمال الحق الحقيقة مقنعة وحلوة وتتعاش وما فيش احلى منه عشان كده المدرسة دي دعوة لان نعرف الحق وتعرفون الحق والحق يحرركم اشكركم عشان الاسئلة والمحاضرة دي اللي كلها اسئلة خدنا النص النحية دي نص التاني مثالي عنده ثورة ان شاء الله حلقة قادمة حنديكو الحرية ان كنت بعبروا عن نفسكو وتعلنوا عن الاهدياجاتكو الى ان نلتقي عزيزي المشاهد في حلقة جديدة ربنا يحفظك تلميذ خلي بالك زي ما اتفقنا ان حلقات هذا الجزء من شفاء النفس تزاع يوميا تزاع يوميا عدة مرات لتتابع معنا هذه الحلقات في رحلة مع شفاء النفس الى ان نلتقي ربنا معاك امين في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عايز اشجعك انك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv هتجد كل الحلقات موجودة وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة تقدر تتفرج عليها ستريمينج تقدر تلاقيها ويرد تقدر تلاقيها كشيت عشان تحل وتبعثه لينا مرة تانية تقدر تلاقيها pdf تقدر تلاقيها powerpoint او تقدر تحملها لنفسك على اساس انها تكون mp3 عشان تقدر تسمحها او تكون للايفود بتاعك او تكون للايفون بتاعك او تكون كمان ويندو ميديا بلاير والسيدي هات الديفيدي هات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الان فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لاصدقائك الى ان نلتقي ربنا معك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة